ومن العملية العسكرية الروسية الأوكرانية هنروح للانتخابات التشعية الفرنسية وتدعيتها واللي شهدت مقاطعة كبيرة من الناخبين الفرنسيين دي المقاطعة لليها تأثير واضح على الفترة الرئاسية التانية للرئيس إيمانويل ماكرون اللي فقد غالبية أو الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بعد رئاسة كانت شديدة المركزية في الولاية الأولى ده كمان هيكون تهديد لبرنامج الرئيس خصوصا بعد ما أعلن تحالف اليسار عن نية التصويت من أجل سحب الثقة من حكومة الرئيس ماكرون في الخامس من يوليو المقبل ده كمان بعد نتائج الانتخابات التشعية الفرنسية وحصول حزب الرئيس ماكرون واقتلافه معا على المرتبة الأولى من حيث المقاعد بدون الفوز بالأغلبية المطلقة وحصت حوالي 244 مقعد من أصل 577 مقعد وكمان أظهرت النتائج اللي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أن الاتحاد الشعبي الجديد اليساري اللي بيضم حزب فرنسا الأبية وحزب الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي بقيادة جون لوك ميليتشون حصل على 131 مقعد ودي نتائج اللي بتقلل من حرية الرئاسة وبتقوم بتعظيم دور أربا لامان ترجمة نانسي قنقر